مرحباً جميعاً مع يومي الشيما أمونير اليوم سنبدأ لوقت العملية الثانية الثانية المتحدة A-E-I-O-U دي الخرف المتحرك ولو أنا جات لي أي نون أي اسمي بيبتدي بأي حرف من الحروف المتحركة بحط قبلي an يعشان الأي والأو من الحروف من الحروف المتحركة لكن أي حرف تاني بخلاف الحروف المتحركة دي أو غير الحروف المتحركة دي بحط قبليها a زي ما أقول يبقى الحروف المتحركة بس بحط قبليها an أي حرف ساكن بحط a طيب أنا هنا بقى لما عوز أسأل عن أي حاجة غير عاكل بسأل بقول what is it لو خدنا بلنا أنا هنا بتكلم عن it it بتيجي للحاجة الغير عاكل زي ايه زي الانيمالز زي الثينجس الأشياء يبقى it بتيجي للدلالة على الحاجة الغير عاكل اللي بعبر بيه عن الحيوان أو عن أي شيء لم أقول for example what is it it's a car what is it it's a car it's an apple a car عشان السي هنا حرف ساكن an apple عشان الاي هنا حرف متحرك نيجي بقى في يونة 7 هنتعرف فيها عن there is و there are وفرق ما بينهم there is بتيجي للمفرد there is بتيجي للمفرد لكن there are بتيجي للجامة for example لما أقول there is a shop there is a shop محل a shop لكن عايز أعملها جامة هقول there are shops there are shops في هنا عندنا S في الآخر بتدل عن الجامة طبعا ما نفعش أقول there are a shops غلط جدا ناخد بنا يا ولاد عشان جامة ما ببخطش a لكن مفرد بخط there is a shop طيب كمان هنتعرف unit 7 عن العدد يعني أنا معوز أسأل عن عدد حاجة بسأل بhow many بسأل بhow many how many bags كم شنطة هقول there are nine bags بخطين بنا قلتي there are there are ما قلتش there is لأن هي أكتر من شنطة ما بتعملش معاملة المفرد معاملة الجامة there are nine bags نفس الفكرة في تحت how many candles كم شمعة there are seven candles في أسفل آخر بأنحط there are لأن هي جامة في unit 8 هنتعرف بقى على أريد I want أنا عاوز أنا أريد I want salad أنا عاوز سلطة بسأل بيها بقول بيها لعشان أسأل بحد أنت عاوز إيه بقول what do you want ماذا تريد يعني ماما ممكن تسألك أنت عاوز إيه علي أنت عاوز إيه يا آسر هقول لها إيه what do you want هنرد نقول للماما إيه I want bread أنا عايز عيش يا ماما أو أقول I want fish أنا عايز سمك وناخد بالنا سمك ممكن تتقال على سمكة الوحد أو أكتر من سمك بقول عليه fish يعني fish ممكن أقول عليه على سمكة واحد أو أكتر من سمكة بقول عليها fish يبقى what do you want I want ماذا تريد I want نجي بقى اليونت ناين بتتكلم على have have اللي هو حاجة عندي أنا أملكها أنا for example زي ما إحنا شايفين كده I have two arms أنا عندي أملك زراعين عندي إيه ديني تنين طب إيه تاني I have two eyes عندي إيه ديني تنين طب إيه تاني كده عندنا نبصي كده الجسمنا نبصي للbody بتاعنا الجسمنا عندنا إيه تاني ممكن نقول I have two ears عندي وديني تنين very good I have one nose عندي مراخير واحدة إيبقى have حاجة تملكها بتاعتك أنت آخر محاجة معنا النهاردة في يونت تن معنا منسأل لو إحنا خدنا بالنا نفس السؤال اللي سألنا في يونت سيكس هو what is it ما هذا أو ما هزيه للغير عاقل it is a horse إيه حصان it's a horse زي ما إحنا قلنا it بتيجي للغير عاقل ممكن أعبر عنها عن حيوان أو عن شيء it is a horse it is a camel ده جمل أو ده حصان يبقى what is it it is what is it it is طيب أو ممكن أقول it's an elephant an elephant وحطينا an هنا علشان الإيه حرف إيه بالضبط كده vowel حرف متحرك حطينا an حطينا an it's an elephant ده كان النهاردة الجرامر المجمع من أول يونت سيكس اليونت تن يارب يكون سهل وبسيط عليكم طابعوني على الفيسبوك هتلاقوا كل الورق ده موجود كان معكم الشيما مونير thanks for watching and see you soon bye bye